هناك نقاط خلاف رئيسية بين الأمريكان والأتراك وأبرز هذه النقاط S-400 وأيضا تدخلات تركيا في المنطقة سواء نتحدث عن ليبيا سوريا أو حتى العراق كيف يمكن أن تنظر تركيا لهذه النقاط إذا كانت ترغب في علاقة قوية مع واشنطن مستقبلا لا أظن أن أنكر بين أولوياتها في هذه المرحلة تحديدا تحسين علاقاتها مع واشنطن مع الإدارة الأمريكية الجديدة لماذا؟ لأن أسباب الخلاف نقاط الخلاف ملفات الخلاف كثيرة وهي ما زالت موجودة لذلك الأولوية بالنسبة لأنقرة هي ربما سياسة إقليمية جديدة قبل أن تكون سياسة أمريكية جديدة هذا رأيي الشخصي من خلال المتابعة طبعا نعم ولكن كان واضحا من أولويات تركيا في الفترة الماضية تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وأيضا تحسين العلاقات مع مصر ودول الخليج كيف يمكن أن تكون واشنطن ليست من أولوياتها دكتور ساميح؟ لا يمكن إطلاقا الربط بين علاقات تركيا مع الدول العربية مع دول المنطقة وعلاقاتها مع واشنطن لأن هذه العلاقات ليس بضرورة أن تمر عبر واشنطن واشنطن العلاقات التركية الأمريكية ربما تتقاطع في ملفات إقليمية لكن ليس بالضرورة أن تركيا منزمة بتحسين علاقاتها مع واشنطن من أجل تحسين علاقاتها مع مصر مع المملكة العربية السعودية مع العديد من دول المنطقة بينها إسرائيل الآن في نقطة أهم برأيه هنا أن ما قاله إبراهيم كالن الناطق باسم الرئاسة الأسبوع المنصر رئاسة تركيا أن نحن لا نعوّل كثيرا الآن على اتصال هاتفي بين الرئيسين تم أو لا تم العلاقات التركية الأمريكية معروفة نحن لنا مواقف في تركيا يقول والولايات المتحدة الأمريكية لها مواقفها هذه المسائل الآن تركتها تركيا جانبا باتجاه التركيز على تحول في سياستها الإقليمية الآن في نقطة أيضا في غاية الأهمية هذه المناورات التي تجري في شرق المتوسط كما تعرفين أنت أيضا في العامين الأخيرين تحديدا ارتفع عددها إلى أكثر من ثلاثة أضعاف نقطة أولى دخل على خطية هذه المناورات التي تجري في شرق المتوسط أكثر من لاعب إقليمي من خارج المنطقة أيضا نقطة ثانية مهمة نقطة ثالثة أن هذه المناورات نعم تجري عسكريا ربما لكن الرسائل السياسية فيها في غاية الأهمية لذلك نرى في تشدد تركي في موضوع شرق المتوسط ما هي أهم الرسائل التي قرأتها ترسمية؟ هذا ما كنت سأقوله لك بالأمس كان في اعتراض تركي رسائل احتجاج قدمت إلى الدبلوماسيات في المجموعة الأوروبية إلى اليونان وإلى إسرائيل السبب هو أنه في اتفاقية ثلاثية بين هذه الأطراف باتجاه تمرير كابل كهربائي في شرق المتوسط من إسرائيل إلى جزيرة كريت اليونانية هذا الاحتجاج التركي برأيه الآن هو الذي سيفدح ربما نقاش جديد بينها الدول في الساعات أو في الأيام القليلة المقبلة كيف سيتم التعامل معه وخصوصا أنه نتحدث عن شرق المتوسط مرة أخرى